تتمت فعاليات المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والذي نظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية برعاية رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية كما حضر المؤتمر سيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وعدد من الوزراء والشخصيات البارزة وأكد البيان الختمي الصادر عن المنتدى أهمية قيام البرلمانات العربية بتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتشجيع وتيسير التبادل التجاري ودعم دور القطاع الخاص وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ودع البيان الختمي إلى ضرورة إزالة القيود وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات من السلع والخدمات مع ضرورة تصميم السياسات ووضع الآليات الفعالة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يمتاز بالاستدامة والكفاءة الاقتصادية وأكد البيان الختمي للمنتدى أهمية أعداد استراتيجية عربية متكاملة مشتركة لتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية لتنمية اقتصادات الدول العربية وإلى أهمية قصوى للأمن الغذائي اشتركوا في القناة